السلام عليكم إن شاء الله اللي حابب يراجع على الفاصل الرابع هنراجع النهاردة من كتاب الدليل بوكلة 11 طبعا ده كتاب المراجعة النهائية السؤال الأول بيقول عندما يمر الطيارين I1 بالساوي 2I يبنى عندي قيمة I1 بالساوي 2I و I2 بالساوي 3I خلال أميترين حراريين فإن النسبة بين زاوية الانحراف سيتا 1 وسيتا 2 على الترتيب بتساوي إيه؟ طبعا إحنا عارفين إن في الأميتر الحراري السيتا بتتناسب مع I تربيع وبالتالي أقدر أقول سيتا 1 على سيتا 2 بتساوي I1 تربيع على I2 تربيع طيب هنعوض عن I1 ب2I بس الربع تربعة الاثنين أربعة والI I تربيع والربع الثلاثة I تربعة الثلاثة تسعة ودي ال�I تربيع دي هتطير مع دي هتبقى النسبة أربعة إلى تسعة نضع في الاختيارات هنلاقي الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصحيح السؤال لرقم 2 في الدائرة المقابلة مصدر الجهد يمكن تغيير تردده ولكن القيمة الفعالة لجهده لا تتغير فإذا زادت تردد المصدر بمجدار الضعف فإن قراءة الأميتر هيحصلها إيه؟ لازم نركز في الدائرة نشوف العنصر الموجود إيه؟ عنصر المقاومة وبالتالي الطيار هيساوي ال V إفكت على ال A على ال R طيب ال V إفكت قال لي مش هتتغير قال لي القيمة الفعالة لجهده لا تتغير وال R لا تتوقف على التردد ال R بيساوي رو E في L على A لا تتوقف على التردد وبالتالي الناتج هيبقى مجدار ثابت هيدنه ثابت فيبقى الإجابة لا تتغير قراءة الأميتر الحراري بتغيير التردد إجابة رقم ده سؤال رقم ثلاثة في الدائرة الموضحة بالشكل يكون التعبير الاتجاهي الفرق الطور بين الطيار وفرق الجهد الكلي وبين طرفين ملف هو إيه؟ طبعا هو V عبر الملف بتسبق الطيار بربع دورة يعني دلوقتي أنا مش أختار شكل واحد لأن بيقول لي أن A و V متفقان في الطور طيب شكل اتنين بيقول لي مين هنا اللي سابق بيقول لي V L سابق الطيار طيب ده مظبوط V L تسبق الطيار بربع دورة يبقى الاختيار الصحيح رقم اتنين السؤال اللي بعده سؤال رقم أربعة في الشكل المقابل إذا كانت قراءة الفلتميتر V 1 تساوي مية وستين وقراءة الأميتر الحراري مهمة المقاومة هي المقاومة مهمة المقاومة الطيار بيمر كام اتنين أمبير فعايز النسبة من XL 1 لXL 2 تمام إحنا دلوقتي عندنا في الدايرة دي عنصر واحد ملف وملف فلما بيكون عندي في الدايرة عنصر واحد زي كده ملف وملف هنا فرق الجهد هيجزق عادي وهنتعامل معاه تعامل عادي جدا زي الدايرة في الفصل الأول طيب أنا عندي الفلتميتر هنا قري مية وستين يبقى المصدر ميتين وعشرين فلت هيجزق على الاثنين على V 1 زائد V 2 V 1 هنا مية وستين زائد V 2 تبقى كام بقاه يبقى حنا هنقول المية وعشرين هنشيل منها المية وستين هتطلع V 2 قيمتها ستين فلت يبقى أنا ليه هنا اتعاملت بالجمع الجبري لأن عنصر نفس العنصر عنصر واحد ما عنديش عناصر مختلفة طيب ماشي كده أنا عرفت V 1 و V 2 عايز بقى V 1 على V 2 بتساوي I في XL 1 على I في XL 2 دي دا للتوالي فالطيار فيها واحد يبقى النسب اللي انت عايزها عبارة عن V 1 على V 2 V 1 قيمتها بكام V 1 بمية وستين V 2 بقيمتها بكام جبناها بستين نقسمهم على بعض هيطلع الناتج تمانية على التلاتة ندور في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم جين تمانية على 3 طيب نشوف السؤال اللي بعده وصل لأ مكسف 2 مايكرو بفراد بمصدر متردد 50 هرتز و 200 فعايز الزمن المستغرق حتى يصل الشحن على لوحي من السفر وحتى القيم العزو المكسف بيشحن نفسه كل ربع دورة وده معناه ان خلال ربع دورة حيتم الشحن ربع دورة دي يعني انا عرفت كده الزاوية هتبقى معايا قيمتها بتسعين السيتا بساوي 2 باي ft انت عايز مني دلوقتي تعرف الزمن الزمن موجود جواز السيتا وعشان يوصل يتم ربع دورة عشان شحن شحن كامل يبا لازم يتم الربع دورة يعني السيتا بتبقى بتسعين واد الاتنين الباي اللي جوه السيتا بمية وتمانين التردد هنا في المسألة قيمته خمسين هرتز نقدر نجيب الزمن يبا الزمن هيساوي تسعين على اتنين في مية وتمانين في خمسين هيطلع معايا الزمن واحد على متين من الثانية هضو في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم جيل سؤال رقم 6 في الدائرة الكهربية المقابلة اذا كانت المقامة الامية للدائرة مهملة والحسن متبادل بين الملفين مهمة فان شد الطيار المار في ال 3 عايز الطيار اللي بيمر في ال 3 تمام هنتعامل مع المسألة عادي زي ما كلنا من التعامل مع المقاومات هنجيب الاول ال L total ال L total معانا هنا ملفين على التوازي يبقى تخلصهم 40 في 10 على 40 زائد 10 يبقى 40 في 10 على 40 زائد 10 وبعدين بعد ما نخلصهم هنجمحهم مع الملف ده لان دول توازي جنبهم ده توالي هنجمحهم على 12 هيبقى معايا كم هيبقى تخلص دي 40 في 10 على 40 زائد 10 هيبقى 8 8 زائد 12 هيبقى معايا 20 هنا 20 ده هيبقى ايه بقى بالميلي هنري 20 ميلي هنري تمام يبقى احنا كده جبنا ال L total نقدر بقى نجيب ال XL total هنقول ال XL total بتساوي 2 ال Bi 22 على 7 عندنا التردد ب50 F 50 و L total 20 في 10 و 3 هتطلع معايا قيمة ال XL ب6 28 من 100 او نجيب بقى الطيار الكلي ال I effect في الدايرة كلها عبارة عن V المصدر فين V مصدر 628 628 على XL اللي هي 6 و 28 من 100 هتطلع الناتج 100 امبير تعالوا بقى نجزة المية امبير المية امبير ازاي هيروحوا على ال 440 ميلي احناري يعني عايزين نجيب طيار ال L 3 هنقول الطيار الفرع عبارة عن الطيار اللي داخل عليهم اللي هو قيمة 100 في ال L توازي ال L توازي تخلص التوازي دول 8 طيب اقول 8 في 10 3 لا استنى شوية ما تحولش على L الخاص بالفرع اللي انت عايز الطيار فيه اللي هي 40 ليه قلت لك ما تحولش لانك لو هتضرب هنا في 10 3 هترجع هتضرب هنا في 10 3 فهتطير يبقى 100 في 8 على 40 هيطلع الناتج معاك 20 امبير يبقى انت هتدور في الاختيارات هتلاقي الاختيار الصحيح رقم جيد السؤال رقم 7 في الشكل مقابل عند غلق المفتاح كه فإن هيحصل للساعة لكل تمام احنا دلوقتي قبل المفتاح مفتوح عندي مكسفين متوصلين على التوازي لما هقفل المفتاح حابقى انا وصلت مكسف مع المكسف ده على التوازي وانتو عارفين خصائص التوصيل على التوازي بتقلل المقامات يبقى بتقلل المفاعلات يبقى المفاعلة بتعامل معها زي المقام عادي توالي وتوازي توازي يبقى إيه هيحصل بقى لما هقفل المفتاح المفاعلات هتقل يعني XC هتقل. بس الاكسي سي بساوي واحد على تو باي اف سي. الاكسي سي على علاقة عكسية مع الساعة. فازا كانت الاكسي سي هتقل يبقى السي هتزداد. يبقى الاجابة هنا رقم الف تزيد. الساعة بيسألني على الساعة هيحصل لها ايه? تزيد. السؤال رقم تمانية ازا وصلة مكسف ساعة سي بمصدر طيار متردد ثم وصلة مكسف اخر له نفس الساعة المكسف الاول معه على التوالي. في ايه اللي يحصل لشدة الطيار? يبقى انا عندي مكسف واحد وبعد ايه هجيب مكسف تاني اوصله على التوالي. يبقى دلوقتي اللي حصل للاكسي سي. الاكسي سي زادت للضعف. كاني بالزبط بجيب المكومات بتعامل الاكسي سي زيها زي المكومات. لكن الساعة العكس. طيب الاكسي كده زادت للضعف. طب هو بيسأل على الطيار الاي بيساوي ايه? بيساوي الفي المصدر على الاكسي سي. فالاكسي سي لما تزيد للضعف. الطيار يقل للنص. يبقى الاجابة الصحيحة رقم الف يقل الى النص. السؤال رقم تسعة. الشحن على اي مكسف ساعة اتنين مايكرو فراد كام? والمكسف واحد مايكرو فراد كام? مقدرة بالمايكرو كلوم على الترتيب. عايزوا الشحنات? طيب انا هتعامل ازاي? الاول عايزة ابسط الدايرة دي. انا واحد مايكرو فراد. يبقى ادي فرع فيه مكسف بواحد مايكرو فراد. ماشي? وفيه فرع تاني فيه مكسفين على التوالي. اتنين مايكرو واثنين مايكرو. يبقى فيه فرع تاني فيه مكسفين اهم جنب بعض. اتنين مايكرو فراد. واثنين مايكرو فراد. تمام. عايزين نجيب الساعة التوتل. المكافأة. خلي بالك الساعة بتعامل بالعكس. يعني ايه? يعني عندك هنا مكسفين على التوالي جنب بعض هخلصهم زي تخلص التوازي ده بالنسبة للساعة طيب اتنين واثنين زي بعض اخد واحدة على عددهم يبقى اتنين على اتنين فيها الواحد يبقى الفرع اللي فوق ده كأن في واحد بس قمته ايه احنا قلنا هناخد واحد على عددهم يعني اتنين على اتنين فيها الواحد لكن هنا في واحد مايكرو فراد طيب وفي الفرع اللي تحت في ايه في واحد كأن في واحد برضو مايكرو فرات. ماشي. وقادي الدايرة بقيت الدايرة هي والبطارية هي. تمام. البطارية دي كان فولت اتنين فولت. طب تعالوا بقى نجيب السي توتل. عندك هنا مكسفين متوصلين على التوازي. ونخلصهم زي التوازي. نقول واحد واحد اتنين مايكرو فرات. طب ممكن نجيب الشحنة الكلية. احنا عندنا هنا مسلس. بيقول لي السي بساوي كيو على ال في. يبقى الكيو توتل بساوي السي توتل اللي انت جبتها اتنين في الفيتوتل هي اتنين هطلع اربعة مايكرو كلوم انا محولتش تمام يبقى انا كده جبت الشحنة الكلية اربعة مايكرو كلوم يبقى الشحنة الكلية هتمشي كده هتيجي تلاقي فيه فرعين فرع هنا واحد مايكرو فراد وهنا زي واحد مايكرو فراد يبقى الشحنة هتتجزق عليهم بالتساوي هتبقى هنا اتنين مايكرو كلوم واثنين مايكرو كلوم يبقى هنا الشحنة اللي هتيجي هنا عبارة عن اتنين والشحنة اللي هتروح هنا هتتوزع على ده وعلى ده هتمشي هنا ودول جنبه بعد توالي يبقى الشحنة هتيجي هنا اثنين وهنا برضو اثنين تكمل هنا اثنين يبقى الإجابة الصحيحة رقم ده الاثنين واثنين السؤال رقم عشرة مصباح ميت فولت وميت واط يعني المصباح مكتوب عليه كده يبقى دي الواط دي قدرة المصباح الباور ميت واط وفرق الجهد بين طرفيه ميت فولت بقولي في ان الحس الزاتي الملف عايز الال الذي يوصل معه على التوالي يسمى ملف خالق لكي يعمل بنفس القدرة مع المصدر المصدر ده الفي توتل هي الفي توتل بميتين فولت والتردد بخمسين هردس يبقى انا عندي مصباح بالمواصفات دي عايزين نجيب جنبه ملف بحيث انه يشتغل بنفس القدرة المكتوب عليه هنا ميتين فولت والمصباح هنا قلنا ميت واط وميت فولت تمام اول حاجة اقدر اعملها ان انا اجيب الطيار اللي ماشي في المصباح لانه هو ده طيار الدايرة يبقى الطيار هنا الاي عند عندك الباور بالساوي اي في في يبقى انت عايز تجيب الاي تقسم الباور على الفي باور المسباح مية والفي بتاعت المسباح مية يبقى الطيار اللي هيمشي في الدايرة واحد امبير وده الاي افكت يبقى احنا كده جبنا الطيار تمام بعد ما احنا جبنا الطيار عايزين بقى نتعامل مع الملف ده هو المفروض ان الميتين دي تتحقق عن طريق ان ده ياخد مية طب ده ياخد كامل طب ما ديجي نكتب القانون بتاع الفي توتل الفي توتل بالساوي الجزر التربيع لفي ار تربيع زائد في ار تربيع لان هنا في عنصرين مختلفين فبنجيبهم بالجمع الاتجاهي تمام هل انا من هنا اقدر اجيب الفي ار تمام الفي ار هتساوي الجزر التربيعي من الكبير التوتل يبقى نقول في توتل تربيع ونقل بالجمع الطرح وبعدين فاضل ايه انا قلت الال والتوتل يبقى فاضل لي هنا الفي ار تعالوا نعوض الفي توتل عندي قيمتها كام اللي هو المصدر 200 الكل تربيع والفرق الجهد بين طرفي المصباح كان 100 فولت يبقى 100 الكل تربيع هتطلع الفي ار قيمتها كام 173.2 من 10 فولت يبقى دي مين الفي ار طيب ما انا اقدر اجيب ال اكس ار ال اكس ار بتساوي الفي ار على الاي افكت الفي ار كان مية تلاتة مية تلاتة وسبعين واثنين من عشرة على قيمة الاي بواحد هتطلع ال اكس ار مية تلاتة وسبعين واثنين من عشرة طيب الخطوة الاخيرة بقى انت داي نجيب ال ال مش ال اكس ار بتساوي طو باي اف ار عايز ال ال تمام يبقى هتقول ان ال ال هتساوي ال اكس ار اللي هي مية تلاتة وسبعين واثنين من عشرة على طو باي ويه عندنا ال اف على الرسم او اللي هو ايه اللي كان بخمسين ال اف بخمسين تمام هيطلع معايا الناتج هو الاختيارات فيها باي فانت هتسيب ال باي موجودة في المقام وتقسم لده على ده هيطلع معاك الناتج واحد علامة سبعة تلاتة تنين طيب مش هتلاقي ده موجود في الاختيارات هتعمل ايه بقى هتتجرب جزر تلاتة على الاقل الحسبة هتطلع لك جزر تلاتة بالزبط مية هتطلع واحد وسبعمية تنين من تلاتين من الف يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ده سؤال رقم 11 اذا كانت القيمة العظمى الفرق الجهد بين طرفي الملف في الدائرة المقابلة هو مية وعشرين فوت اول حاجة تخلي بالك ان ده القيمة العظمى وليست الافكت ثاني حاجة ده مش المصدر ده الفي عبر الملف تمام فعايز كراءة الاميتر الاميتر ده بيقرأ القيمة الفعالة يعني هو عايز الاي افكت وهو مديك الفي ماكس للملف اول حاجة هنعملها هنجيب ال اكس ال هنجيب ال اكس ال هنقول ال اكس ال بساوي 2 الباي باثنين وعشرين على سبع وي التردد عندي بخمسين في قيمة ال ال اللي هي 19 من مية هتطلع معايا قيمة ال اكس ال 59 و71 من مية تمام انت معاك ال في ال ومعاك ال اكس ال تقدر تجيب ايه تقدر تجيب الاي هنا الاي بس بيها طب اي ماكس ليه لانك هتتعامل مع ال في ماكس انت هتقول الاي ماكس بتساوي في ماكس على ال اكس ال تمام ال في ماكس هنا الخاصة بالملف كام بمية وعشرين على ال اكس ال اللي بكام بتسعة وخمسين وواحد وسبعين من مية هيطلع معاك قيمة الطيار اتنين امبير خلي بالك هتلاقي ال اتنين امبير موجودة في الاختيارات اوعى تختارها ليه لان دي الاي ماكس هو عايز كراءة الاميتر والاميتر بيقرى الاي افكت يبقى انت بقى هتجيب الاي افكت خطوة صغيرة هتقول عبارة عن الماكس على جزر اتنين اتنين على جزر اتنين بالقال الحسب هتطلع جزر اتنين يبقى الاجابة الصحيحة رقم جيب السؤال لرقم اتناشر عندنا مقاومة امية ار تستنفذ قدرة قدرها بي عندما توصل مع مصدر متردد فإذا هيعمل حالة تانية طب خلينا في الحالة الاولى لما يكون عنده عنصر واحد مقاومة امية وبتستنفذ قدرة باور يبقى احنا عندنا الطيار في الحالة الاولى هيساوي الفي المصدر على الار اللي في الحالة الاولى سماء بي تمام بيساوي اي تربيع في ار طبعا انا عايزة اربع المجدار ده ده هو الاي يبقى اي تربيع في ار يبقى اقول في تربيع على ار تربيع يبقى كده انا كتبت الاي تربيع ربعت الاي اهي في الار يبقى ادي الاي تربيع و ادي الار الباور بيساوي اي تربيع في الار تمام يبقى دي الحالة الاولى طيب واذا وصلها ملف حس معها على التوالي أصبحت المعاوقة الدايرة Z عند إذن القدرة هتوبى إيه؟ لا في الحالة التانية هتوبى الآي عبارة عن V على Z ساعتها القدرة في الحالة التانية باور 2 هيساوي I تربيع يبقى ربع المجدار ده يعني V تربيع على Z تربيع في R يبقى هنا كنا إيه؟ هنا الآي V على R فلما جيت رباحها قلت V تربيع على R تربيع في R وهنا V جيت ربعتها قلت V تربيع على Z تربيع تمام؟ هنقسمهم على بعض هنقول باور في الحالة الأولى اسمها B على باور في الحالة التانية اسمها باور 2 هيساوي V تربيع R على R تربيع بدل ما أنا هقسم هضرب وقلب المقام بسط وبسط المقام يبقى هنا Z تربيع على V تربيع في R ده كده هيصير معدن يبقى أنا عندي كده نضرب طرفين فساطين باور في R تربيع باور R تربيع هو قال لي بيه ماشي بيساوي باور 2 في Z تربيع هو عايز باور 2 بكام؟ بدلالة الباور الأولنية يبقى باور 2 هيساوي هيساوي البعيد على القرية يعني هيساوي R تربيع على Z تربيع ومنساش نفيه هنا باور تمام؟ طيب ما أنا ممكن أقول إن باور باور 2 بيساوي احنا قلنا دي R تربيع على Z تربيع في البي طيب ما أنا أقدر أقول R على Z الكل تربيع في البي تمام؟ هو ده الاختيار اللي موجود عندي نبص كده في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم ألف الباور هتساوي البي أهي وقار على Z الكل تربيع يبقى الإجابة الصحيحة رقم سؤال رقم 13 إذا كانت زاوية الطور بين الجهد الكلي والطيار 45 هنا خلي بالكم الدايرة فيها مقاومة وفيها ملف فزاوية الطور بين الجهد الكلي والطيار 45 تعفين ترى 45 بواحد يعني ده معناه إن الـ XL بتساوي الـ R تمام؟ ليه؟ عشان تان 45 هتساوي XL على الـ R هعوض عن تان 45 بواحد هيساوي XL على الـ R يبقى ده معناه إن الـ XL هتساوي الـ R يبقى الـ XL بتساوي الـ R تمام؟ طيب هوصل ملف حاس عديم المقاومة معامل حاسه ذاتي L برضو على التوالي طب ما كده الـ XL هتزيد للضعف لو أنت عملت كده يبقى الـ XL هتزيد للضعف في الحالة التانية هتبقى XL بدل ما هي R هتبقى 2R تمام؟ يبقى الأول كانت XL بR ودلوقتي أصبحت XL ب2R إيه المطلوب؟ قال لي عايز كراءة الأميتر ما يحصل لها إيه؟ هتزيد ولا هتقل؟ زاوية التطور بين الجهد والطيار هتبقى كام طيب إحنا دلوقتي بنقول إن اللي هيعرفنا الطيار هيحصل له إيه؟ الزبد في الأول خالص كانت الزبد عبارة عن الجزر التربيعي لـ R تربيع زائد الـ XL اللي هي كانت كمتها كام؟ R زائد R تربيع تمام؟ دي في الحالة الأولى طيب في الحالة التانية هيبقى R تربيع زي ما هي بس الـ XL زادت مش بقت R بقت 2R فلما جا ربحها تربعت الـ 2 4 والـ R R تربيع يبقى إيه اللي حصل للزد؟ كنا بنجمع R تربيع جنب R تربيع دلوقتي R تربيع بنجمع عليها 4R تربيع يبقى الزد زادت لما الزد زادت يبقى ده معناه إن الطيار هيقل يبقى قراءة الأميتر هيحصل لها إيه؟ هتقل طيب الزاوية بقى بالمرة إحنا عندنا تان سيتا عبارة عن XL على الـ R طبعا في الحالة الجديدة XL 2R على الـ R دي هتطل معا دي هتبقى 2 نقول شفت تان اتنين شفت تان اتنين هتطلع 63 و43 من مية درج يبقى أنا عايز أدور على كلمة إن الطيار قال و63 و43 من مية دي زاوية الطاور يبقى الإجابة الصحيحة هتكون به قراءة الأميتر تقل وزاوية الطاور هتبقى 63 و43 من مية درج السؤال الرقم 14 الشكل البياني المقابل يمثل علاقة فرق الطاور الجهد بين الجهد الكلي والطيار في الدايرة دي دايرة مين خلي بالك هو هنا على الرسم كاتب لي الـ V باللون الأحمر والـ I باللون الأسود يبقى المنحنى اللي باللحمر ده الـ V والأسود ده ده و I تمام تعالوا كده نشوف إن الـ V بدء من السفر طب والطيار الطيار متأخر هو ممكن يتأخر عن السفر كمان آه ينزل في السالبة هو طب هو متأخر الطيار متأخر عن فرق الجهد بربع دورة إمتى الطيار بيتأخر طبعا الطيار بيتأخر في دايرة الملف بسبب الـ IMF المستحسة العكسية يبقى دي دايرة ملف في دايرة الـ L يبقى الاختيار الصحيح رقم G طب ليه ما قلتش RL لإن هنا متأخر بربع دورة في الـ RL هيتأخر بس الطيار هيتأخر عن فرق الجهد الكلي بس بزاوية أكبر من السفر وقال من التسعيد السؤال رقم 14 عندنا مقاومة ومكسف يتصلان مع مصدر 200 فولت وخمسين هرتز يعني أنا عندي مصدر متردد 200 فولت وخمسين هرتز تمام معايا مين متوصل بقى مقاومة وعندي مكسف تمام على التوالي فمر طيار شدته في طيار هيمر شدته 2 أمبيو بدا طيار فعال قد ما قلتش دا مين يبقى فعال فإذا كانت القدرة المستنفذة 100 وقت فإن المفعلة السعوية بسوي عايز تمام أولا إحنا عندنا هنا القدرة لا تستنفذ غير في المقاومة فالباور في تبقى I تربيع في R بس القدرة تستنفذ في المقاومات ماشي هو قال لي أن الطيار اللي بيمر قمته 2 تمام وقال لي على قيمة القدرة القدرة 100 والطيار 2 بس عن ربعه يباربعة ودي الR أنا من هنا ممكن أجيب قيمة الR الR هتساوي 100 على 4 الR هتساوي 100 على 4 هتساوي 25 قم يبقى أنا عرفت قيمة الR من المعلومة دي طب وفي نفس الوقت أقدر أجيب الزد مش الزد بساوي V effect اللي هي المتين على I effect اللي هي 2 هتطلع 100 قم يبقى أنا دلوقت معايا الزد ومعايا الR أقدر أجيب XC إزاي مش الزد بساوي الجزل التربيعي لR تربيع زائد XC تربيع أنا عايزة XC تطلع برا تبقى XC بس اللي بيطلع برا من غير تربيع واللي تحت الجزل هو اللي بيبقى متربع بس أبدأ بالكبيرة اللي هي الزد تربيع وبدل مجمع هطرح ويبقى أنا كتبت الزد فاضل الR يبقى الR تربيع تعالوا نعوض يبقى الXC هتساوي الزد قيمتها كام 100 الكل تربيع ناقص الR اللي هي 25 الكل تربيع هتطلع 25 جزر 15 هندوق في الاختيارات هنلاقي الاختيار الصحيح رقم G السؤال لرقم 15 وصله مصدر طيار متردد تردد الزاوي أوميجا مع مقاومة ومكسف على التوالي فمر طيار شدته آي فإذا قل التردد الزاوي للتلت طبعا المقاومة مش هحصلها حاجة لأن القانون المقاومة الR بيساوره EFL على إيه ما عندهاش أوميجا وبالتالي الR هتدنازم هي ولكن التغير هيحدث في الXC الXC هتزداد لتلت أمثالها يبا احنا دلوقتي الXC 2 هتبقى 3XC 1 الXC 2 هتبقى 3XC 1 ليس دلتت أمثال عشان الأوميجا قلت لتلاتة لأن أنا عندي الXC بالساوي 1 على أوميجا C في علاقة عكسية بين الXC والأوميجا تمام طيب مع الاحتفاظ بفرق الجهد المصدر ثابت المصدر الفرقه ثابت فإن الطيار يقل شدته للنصف وبرضه عرفني معلومة إن I2 هتبقى نصف I1 إن الطيار هيقل للنصف فعايز النسبة بين المفعلة والمقامة عايز الXC على الR النسبة بين المفعلة والمقامة تمام أنا هبدأ من المعادلة دي إن الI بالساوي نصف I طيب I2 I2 عبارة عن V تاعت المصدر اللي ثابتة على مين على الجزر التربيعي لR تربيع زائد الXC في الحالة التانية الXC 2 عبارة عن 3XC 1 بس أنا عايزة ربعها يبقى هقول تربيعة التلاتة تسعة والXC 1 هتبقى XC 1 تربيع يبقى دلوقتي عوض الR تربيع بس الXC في الحالة التانية 3 من XC في الحالة الأولى عشان كده ربعت عشان كده ربعت وقلت تسعة XC 1 تمام هيساوي ادي النص وفي I1 عبارة عن V على الجزر التربيعي لR تربيع زائد الXC 1 تربيع تمام هنعمل ايه V هتطور مع V وبعدين هنربع الطرفين تربيع طبعا دي بقت واحد دي تشارب تربيع البسط واحد هيدانوا واحد تربيع المقام منك تشيل الجزر يبقى R تربيع زائد XC واحد تربيع هيساوي سيب النص كده ربع النص تربيع الواحد واحد وتربيع الاتنين اربعة فيه البسط هنا فيه واحد زي ما هو وهنا هنشيل الجزر بس يبقى R تربيع زائد XC واحد تربيع تمام هنضرب طرفين فساطين طيب واحد بس نخلي بالك اللي اربعة دي بتضروه في المجدار ده تعالي عملها خطوة تانية عشانا سي بتتلخبط ادي واحد على R تربيع زائد 9 XC واحد تربيع هتساوي هنوزع الاربعة هنا يبقى 4 R تربيع زائد 4 XC واحد تربيع تعالي بقى نضرب طرفين فساطين واحد في المجدار ده بالمجدار ده يبقى R تربيع زائد 9 XC واحد تربيع هتساوي ده في واحد تربيع تمام هنجيب الار تربيع النحية دي تبقى 4 R تربيع شل منها R تربيع تبقى 3 R تربيع ونجيب الاربعة XC واحد تربيع النحية دي هيبقى 9 XC واحد تربيع شل منهم 4 XC واحد تربيع هتبقى 5 XC واحد تربيع طيب انا عايزة XC واحد تربيع على الار تربيع دي على دي هتساوي 3 على 5 طب ما تيجي ناخد الجزر عشان يبقى XC1 على R هتبقى كم بقى هناخد الجزر يبقى جزر 3 على 5 ندور في الإجابات هنلاقي الإجابة الصحيحة رقم ألف جزر 3 على 5 سؤال رقم 16 في الدائرة المقابلة عند غلق المفتاح G فإن زاوية التطور بين الجهد الكلي والطيار طبعا المفتاح ده هيكون بين المكسفات طب إيه علاقة المكسفات بزاوية التطور إحنا عندنا تان سيتا بالساوي XC على R في علاقة تردية بين الزاوية والXC يبقى أنا عايز أشوف إيه لا يحصل للXC الXC دي زي المقاومة إنت هتقفل هنا على التوازي يعني هتعمل توصل ده وده على التوازي بل أنت كده هتقلل للXC فلما الXC تقل الزاوية الزاوية التطور هتقل يبقى الإجابة الصحيحة تقل وخلي بالك أنا بتعامل مع الXC عادي زي المقاومات العكس اللي هي الساعة بس أنا دلوقتي محتاجة أعرف إيه اللي حصل للXC السؤال رقم 17 جول الرسم البياني التالي يعبر عن التغير في الجهد الكلي والطيار الكلي مع الزمن في دائرة طيار متردد تتكون من عنصرين نقيين متصلين على التوالي مع المصدر المتردد في العنصرين دول مين؟ طب تعالوا نشوف الأول الرسم هنا الفي بالون الأحمر والآي بالأسود تمام مين اللي سابق هنا الطيار هو اللي سابق وسابق بربع دورة يبقى الطيار بيسبق بربع دورة في دي دايرة مكسف طيب العنصرين هابقوا إيه؟ لا لازم تبقى دايرة مكسف ما نفعش عنصرين طيب هاختار إيه بقى؟ هاختار ملف حسوة مكسف؟ لا هاختار مكسفين معا تمام هي الاختيار رقم بيه لأنه لما يكونوا مكسفين معا تكأنه مكسف واحد يعني الدايرة مفعش غير عنصر واحد اللي هو المكسف وبالتالي فعلا أن فرق الجهد هيتأخر عن الطيار بربع دورة بالإجابة الصحيحة رقم بيه؟ السؤال 18 عندنا ملف حسوة مقاومة أمية وأميتر حراري متصلين معا على التوالي مع مصدر طيار متردد في دائرة كهربية مغلقة في حالة رانين فعند إدخال صاق من الحديد المطاوع داخل ملف قراءة الأميتر حالة الرانين بتبقى حالة فيها الـ XL بساوي الـ XC التساوي دا هو اللي بيوصل الطيار لأقصى قيمة وبيخلي الدائرة في حالة رانين لو أنت غيرت في الـ XL عن طريق أنك تأتخال صاق من الحديد أنت كابتزود معامل النفذية وبالتالي بتزود الـ L وبالتالي بتزود الـ XL فالـ XL لو زادت هتبقى معادتش بتساوي الـ XC والتساوي دا هو اللي كان عامل الرانين ففي الحالة دي هيضيع منك الرانين ويبقى الطيار اللي معاك ما هواش طيار قوي هيبقى طيار ضعيف يبقى في الحالة دي كراءة الأميتر حتقل حتى لو كنت بتجود وبتزود الـ XL لا هي دا هنا مقدار لازم الـ XL تتساوي مع الـ XC عشان تحافظ على حالة الرانين اللي بتخلق لك أشد طيار السؤال لرقم 19 الدائرة المقابلة في حالة رانين فإذا زادت قيمة R للضعفة في قراءة الفلتاميتر أولا زيادة R لا ما بتضيعش حالة الرانين حالة الرانين معناها أن الـ XL بيساوي الـ XC فالـ R لو زادت دا مش هيغير في الموضوع حاجة هدى أنها الـ XL بيساوي الـ XC ودى أنها الدائرة في حالة رانين طب ماشي فرق الجهد عيس إيه هو عيس الفرق بين الملف والمكسف المفروض VL بيساوي الـ VC فلما تيجي تجيب الفرق بينه ما بقى بصفر فعلا هيبقى بصفر طيب هنا أدام الدائرة لسه في حالة رانين لو حابتها نقرر الفلتاميتر من الجهة الأخرى هنلاقي أن V عبر المقاومة لازم بتساوي V مصدر ما هي دي حالة الرانين بتبقى كده فلو جيت قلت الـ V لا أسل فيها هديك برضو نفس الناتج صف يبقى الإجابة الصحيحة إنه لا يتغير الإجابة هتبقى رقم G السؤال رقم 20 في الدائرة المهتزة بيعاد شحن المكسف نتيجة إيه؟ طبعا المفروض إن المكسف متوصل في الدائرة المهتزة مع ملف فيبدأ المكسف يفرغ شحنته في الدائرة طيب خلاص كده الشحن بتاعه خلص ليه بيرجع يتشحن تاني بسبب الملف الملف بعد كده بتتولد فيه في النهاية IMF طردية الـ IMF طردية دي بتعمل على شحن المكسف من جديد ويحدث تبادل في الطاقة بين المكسف والملف يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم B السؤال رقم 21 في الدائرة المقابلة لجعل قراءة الأميتر أكبر ما يمكن نعمل إيه؟ لعشان نخليه أكبر ما يمكن لازم نخليها بدايرة في حالة رانين طيب هي دلوقتي في حالة رانين ولا لأ؟ تعالوا كده نشوف الـ XL بتساوي الـ XC ولا لأ؟ طيب الـ XL مش موجودة ولا الـ XC بحنا نجيبهم هنقول الـ XL بتساوي 2 باي اللي هي 22 على 7 2 باي F الـ F بخمسين في الـ L الـ L بـ 2 من عشرة هتطلع قيمة الـ XL تقريبا 62 و 86 من مية قوم طيب نجيب الـ XC الـ XC هتبقى واحد على 2 باي 22 على 7 والـ F بخمسين ويهي ساعة المكسف عندنا بمية مايكرو نضرب في عشرة والسالة بستة هتطلع ساعة المكسف بواحد وثلاثين وواحد وثمانين من مية تمام أنا هتعامل مع أن الـ XL يعني عشان أقرب 62 وهنا واحد وثلاثين أنا فهمت أنا هعمل ايه؟ أنا محتاجة المجدرين دول يساويوا بعض حاجة من الـ 2 يئم أضاعف دي لأن دي لو أضربت في 2 هتبقى 62 أو أقسم دي على 2 هتبقى 31 يبقى دلوقت عشان أخلي طيار أكبر ما يمكن محتاجة دايرة تبقى في حالة رانين يعني الـ XL بتساوي الـ XC لكن في الوضع الحالي ما بيسويش بعض يبقى أنا عايزة أعمل تعديل التعديل ده لازم عن طريق إن أنا أخلي XL يئمة تقلي النص يئمة الـ XC تزيد للضيع تعالي نشوف الاختيارات بيقول لي مضاعفة قيمة المقاومة المقاومة ملاحيش علاقة دلوقت بالحالة الرانين طيب مضاعفة ساعة المكسف أنت لو ضعفت ساعة المكسف يبقى هتقلل XC للنص ما كفاء إنها قليلة كمان هتقللها يبقى أنت مش هتوصل لحالة الرانين تنفعش طيب إنقاص معامل حس الزاتي للملف النص أيوة لما أنت هتقلل الـ L للنص هتبقى الـ XL 31 يعني فعلا هتوصلها بأنها تساوي XC ونوصل لحالة الرانين يبقى الإجابة الصحيحة رقم G السؤال رقم 22 في دائرة الـ RLC يحدث بها تبادل الطاقة الكهربية المختزنة في المكسف على شكل مجال كهربي مع الطاقة الكهربية المختزنة في الملف على شكل مجال مغناطيسي تسمى إيه مهمة جدا الحاجات دي بتيجي في الامتحالات طبعا دي كده الدائرة المهتزة دي فكرة عمل الدائرة المهتزة دائرة الرانين لا دائرة التوليف هي أصلا دائرة الرانين يبقى الإجابة الصحيحة رقم B السؤال البعض 23 في الدائرة المقابلة عندك الـ XL بتساوي R والـ XL بتساوي 2XC عشان ما تتلخبطش هتهم كلهم بدلات حاجة واحدة بمعنى إيه يعني مثلا الـ XL هنا هتها بدلات R يبقى الـ XL بتساوي R طب وهات الـ XL بدلات R يعني قولي إن الـ R بتساوي 2XC زي ما موجود يبقى الـ XC هتساوي إيه البيعيدة على القريب يبقى قرع على اتنين تمام يبقى أنا كده فهمت طيب فرق الجهد بين طرفين المقاومة بيساوي نصف فرق الجهد بين طرفين المصدر المتردد لكي يصبح فرق الجهد بين طرفين المقاومة مساوي الـ V آه على فكرة دي تبقى حالة رانين من ضمن حالاته الرانين إن فرق الجهد بين طرفين المقاومة هو فرق الجهد المصدر يعني هو عايز يوصلها لحالة رانين تمام يبقى عشان توصل لحالة رانين لازم ال-XL تساوي ال-XC طيب هما دلوقتي مش بيساوي بعض ال-XL بقار وال-XC بقار على اثنين تعمل ايه؟ يا اما تخلي ال-XC بيه تزيد للضعف ما تبقاش نص تبقار كاملة يا اما تخلي ال-XL هي اللي تقلل نص تبقار على اثنين زيها ويبقى كده وصلنا لحالة الرانين طيب تعالين تشوفوا الاختيارات بيقول المقاومة لا اسيبك من المقاومة المقاومة دي ما لهاش عراقة بالرانين دلوقتي المكسف باخر له نفس الساعة على التوالي لو انا جبت مكسف تاني ووصلت على التوالي مكسف مع مكسف على التوالي ساعتها ال-XC هتزيد للضعف هتزيد للضعف وفعلا وتبقى ساعتها R يبقى الاجابة دي صحيحة الاجابة رقم به صحيحة لان لما وصل على التوالي ال-XC دي المقاومات هتزداد للضعف وبالتالي ال-R ال-XC مش هتبقى R على 2 هتبقى اضعف بقى يعني في 2 هتبقى R مساوية لل-XL طيب الاختيار اللي بعده اوصل المكسف باخر له نفس الساعة على التوازي لو انت وصلت على التوازي ال-XC هتقل للنص يعني بدل ما هي R على 2 هتبقى R على 4 يعني يبقى احنا كده مش ضبطنا حالة الرانين طيب هنوصل الملف باخر له نفسه معامل حس الزاتي لو انا جبت الملف تاني ووصل ليه نفسه يبقى ال-L 2L يبقى في الحالة دي هتبقى ال-XL الضعف 2R برضو بعيدة حالة الرانين يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم B السؤال اللي بعده 24 في الدائرة المهتزة اللحظة اللي بيكون فيها الطاقة المختزنة في المكسف نصف قيمتها العظمة فإن الطاقة المختزنة في الملف طبعا مش هختار نصف قيمتها العظمة لأن ده كده علم مثالي هو المفروض إن الملف الأسلاك اللي مصنوع منها الملف إليها مقاومة فالمفروض إن فيه جزء من الطاقة بيبدد غصبا عن الدايرة بسبب مقاومة الأسلاك فإحنا هنقول أقل من نصف قيمتها العظمة قليلا عشان عملنا حساب إن فيه مقاومات في الدايرة هتبدد جزء من الطاقة فالإجابة الأصح هي B السؤال رقم 25 دائرة RLC في حالة رانين تعمل على مصدر جهد F فإذا زاد معامل حس الملف إلى الضعف ونقصت ساعة المكسف إلى الربع فإيه يحصل للتردد الجديد إحنا عندنا حالة رانين بنقول F1 على F2 بتساوي جزء L2 C2 على L1 C1 تمام إيه اللي هيحصل لـ L قال لي زاد معامل حس الملف إلى الضعف حاجة هنا مكان L2 وكتب 2 L1 زاد للضعف طب وإيه اللي حصل للـ C نقل إيه اللي قلت للربع حاجة عند C2 وكتب إنها قلت للربع بقت ربع C1 يعني C1 على أربعة وهنا L1 C1 طبعاً دي هتطير مع دي وهيبقى هنا فيه نص على واحد هيبقى جزر نص يعني واحد على جزر اتنين وهنا F1 على F2 عايز أدرب طرفين فاسطين يبقى F2 في واحد بF2 بالساوي F1 جزر اتنين يبقى دلوقتي F هيحصل لها إيه؟ هتبقى جزر اتنين F يبقى الإجابة الصحيحة رقم G ترجمة نانسي قنقر